السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا أكارم أهلا بكم الغلاء المتراكم أتى على غدرات الغالبية العظمى من المواطنين في تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية والشكوى جمهور المستهلكين تتفاقم يوما بعد آخر في ظل ضعف الرقابة الرسمية وهامشية تأثير جمعيات حماية المستهلك التي لا تملك سوى المناشدة بين الحين والآخر بينما ثقافة الاستهلاك غائبة في هذه الحلقة من برنامج حديث الناس لتناول أسباب الغلاء الذي يقترب من حالة البلاء الذي يكاد يلاحق الجميع في السودان وهل السبب الرئيسي لهذا الغلاء المتراكم هو مجموعة السياسات المالية والضريبية التي تهتم بجمع ما يمكن جمعه من المواطنين والمستهلكين دون الالتفات إلى الأضرار الكبيرة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد الوطني حكومات المتعاقبة تفني ذلك وترده إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي فهل هذا الإصلاح الذي انطلق من قديم ورشتات صندوق النقد الدولي الذي تفننا في رسمها سيعالج الأمر ويتساءل البعض عن أن إصلاحا ماليا واقتصاديا زادنا فغرا وغلاءا وبطالا كيف يستقيم أمره وإلى أي مدى سيذهب بنا هذا الإصلاح الذي تهلل أو تهلل له الحكومات الواحدة والأخرى هذه الحلقة من حديث الناس مشاهدنا الكرام تناول سلوك المستهلك وأثره على الاقتصاد الوطني معنا في هذه الحلقة دكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك ودكتور أمير مرغني استشاري علما نفس الاجتماعي إذن باسمكم جميعا ورحب بضيوفي لهذه الحلقة أهلا بك دكتور ياسر شكرا جزيلا وإن شاء الله نقدم ما يفيد من ذلك أهلا بك دكتور أمير عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي هذه الغناة الطيبة الله يحيي إذن مرحبا بكم مشاهدي الى الكرام ونواصل هذه التقطيع الخاصة من قناة طيبة الفضائية السودان من الثورة إلى الدولة مرحبا بالجميع بإمكانكم متابعتنا من خلال بثنا المباشر على يوتيوب وكذلك بإمكانكم مشاركتنا من خلال صفحتنا على فيسبوك برنامج حديث الناس أهلا بجميع مع ضربة البداية مرحبا بك دكتور ياسر حدثنا في البداية عن مفهوم المستهلك طيب المستهلك طبعا هو التعريف البسيط له هنا هو أي زول يعني بيدفع مغابل خدمة أو سلعة مبلغ لكي يستهلكها يعني لكي يتناولها طيب المستهلك بالمفهوم البسيط ده هو سيد الموقف يعني هو اللي هو اللي بيدفع جميل هو صاحب اليد العليا هو ما بيستقبل هو بيدفع جميل عشان كده لما نين ندفع نختار ونطالب بي حقنا عكس الزول اللي بيشحد قديما قليل اللي بيشحد ما بيختار صحيح ويقبل اهيه الدقية حاجة تشير تمشي لكن اللي بيدفع ده هو سيد الموقف والمستهلك هو سيد الموقف لكن الأسفة الشديدة نحن نحن ما شحدين الآن نحن الوحيدين اللي بندفع وبنستدي مقابل ما دفعناه يعني القدمة أو السلعة نعم والأسفة الشديدة نازل كلهم عن الغلاء نحن نقول الغلاء الآن في الخدمات يعني صعب جدا بالنزل المستهلكين نقصد بالخدمات دي نقصد بها التعليم الخاص المدارس الفوضى الحاصلة فيها نقصد بها الكهرباء الموية نقصد بها العلاج مبالغة يعني المستهلك يستجد الآن بما يدفع من مبالغ فسلوك المستهلك الأسفة الشديدة يعني ما مربوط بس بالسلع اللي بياكلها قدري ما هي الخدمات يعني الآن نحن الخدمات بندفع قروش كتير جدا جدا مقابل الخدمات ممنجها نعم طيب أنا سأأتي لك مرة أخرى ونشوف الجامعية ودورها شنو في حماية المستهلك من هذا الجزح وتسقيفه دكتور أمير مرغاني مرحبا بك حديثنا عن أهمية السلوك في هذا الأمر طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الخلق الله ودكتور ياسر أنتوا الآن فتحتوا موضوع مهم جدا أسلام ومهم خلونا في الحلقة دي نتكلم عن المسكوت نعم والآن جاء الوقت المناسب أنه نحن نقول أنا حقيقة بعرف دكتور ياسر ده من فترة طويلة جدا والغريبة من يتقابل فقط في غنوات يعني نعم وكنا بنتكلم كلام بيكمل بعض هو بيتكلم عن المستهلك ونحن بيتكلم عن السلوك السلوك العام وعايزين نقول طبعا السلوك معروف يعني أنه هو استجابة بتنتج عن مؤثر محدد بنسبة للفرد أو الجماعة استجاب اتصرف نتيجة لمؤثر محدد حتى مؤثر ده يا إما داخلي يا إما خارجي نتج عنه هذا السلوك لكن خليتكلم بعلمية أكثر نقول كلمة سلوك المستهلك نفسها بتنقسم لك كلمتين أو موضوع البرنامج سلوك ومستهلك والسلوك نحن عرفناه دارنا عرف المستهلك المستهلك هو فرد أو جماعة طبيعية أو معنوية بتستخدم سلعة أو خدمة ماء بمقابل محدد وأنا عجبني جدا كلام دكتور ياسر إنه نحن محتاجين نحيي الثقافة دي بشكل كبير جدا وما في زول يا يوسف يقدر أن يوصل هذه المسألة زي برامجكم دي دي الإعلام لأنه حقيقة المواطن السوداني وإنت تعلم تمام منه عند دراسة كاملة عن الشخصية السودانية للأسف إنه ما عرف حقوقه بي وللأسف نحن الصفة بتاعة الطيبة بتاعة السودانيين دي المواصفين بها نحن في كل العالم وهي حاجة إيجابية ناتجة عن شنو يا دكتور أمير شنو الطيبة يعني ناتجة عن شنو إنه نحيي حقنا ضايع كده وما في زول بسألة ما هانا جايك يقدر أقول لك إنه الشخصية السودانية شخصية يعني تسامحية شخصية طيبة عشان كده عسانا شايف الجماعة تعبانين جدا جدا في مسألة المرحلة الأولى والسلام والستة شهور الأولى المسألة دي مع الشخصية السودانية لو درسوها ما محتاجة كل ولا متأكد إنه الناس حيتجاوزوا المسألة دي في أقل من ستة شهور لو مشوا في الاتجاه شنو الصحيح اللي تبند عليه الشخصية السودانية يبقى الشخصية السودانية شخصية تتصف بالتسامح شخصية تتصف بالطيبة لكن مرات كتير جدا الطيبة دي لما نتغيب عنها بعض العوامل الأساسية الوعي عدم إدراك القانون عدم تطبيق القانون بتأدي للفوضى والعشوائية دي كتير جدا زي ما قال دكتور ياسر أو أشار كتير جدا من الشرائح في المجتمع ما أعرف حقوق أين طيب حرج نشوف الحقوق إن شاء الله من ناحية السلوكية وكيف نقدر نفعل أنا أرجع مرة أخرى دكتور ياسر ظلت جمعية حماية المستهلك صوت مرفوع لكن تظل في مرحلة المناشدات يعني أنتوا ما عندكم ساعة على السوق ما عندكم رقابة بالضبط دوركم شو إن أصلا أصلا جمعية مجتمع مدني نحن مرزمة طوعية غير حكومية ما معنيين بأي عمل تنفيذي نحن دورنا هو دور توعوي دورنا إننا نوعي الناس دورنا إننا نلفد الانتباه دورنا إننا نمثل مصالح المستهلكين لدى الحكومات نقول ده غلط وتصح وده دعمل وده ما يدعمل دورنا يهد دورنا نحن ما عندنا أي علاقة بالعمل التنفيذي رغم إنه في الظل الأوضاع الفوضوية الحاصلة نحن كطبيعة كطبيعة الطبيعة التي لا تحمل الفراق أي مربع لقيناه فاضي مليناه وبزحفنا من أجل المستهلك لقدامه يعني نحن كنا بنشير بلاغات نيابة عن الناس لأنه النظام حقه التقاضي حقه النظام إنك تشتكي دائر منك صبر كتير جدا جدا ودائر مالغارون وما في زل فاضي عشي نشتكي وشي جل 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 لكن نحن لأننا متطوعين وعندنا 30 ربعين محامي متطوع نقدم عاونه قانوني بنمشي نيابة عن المستهلكين نشتكي ونبلغ لجهاده الرسمية لكن نحن كجمعية دورنا توعوي ما عندنا علاقة بالعمل التنفيذي أصلا هناك نيابة للمستهلك ونقشل طلق المستهلك طالبنا بغانون والحمد لله الغانون جاه القانون القومي حمزلك جاه وجاه يعني على دماء الشهداء يعني وعلى يقاع يعني صعب جدا جدا تم توقعه يعني مقرهين كده يتوقع يوم 31 يناير 2012 بعد الحداثة الدامية بتاعة المستير حق قدبوري و رويل كير وقصر يعني فأنا عايز أقول أن الغانون دي الآن نحن دعنا نطبقه بس اجتهدنا جدا عشان نطبقه والآن مع الحكومة جديدة وان شاء الله هنطبقه على هذا الاسبوع نقصد بتطبيقه تعيين المجلس المركزي السيادي الموحد اللي بيحمي المستهلك اللي هو بتكون منه وهذا الغانون نعم الجمعية حيكون دورة شنو في هذا الجسم مزيد من الضغط من أجل المستهلك مزيد من التوعية مزيد من انفتاحها للمستهلك مزيد من الحقوق وبأموالنا حقوقنا كنتنا يعني أصلا حاجة ما دفعنا فيها أجلوش ما دارينا لكينا حاجة فيها أصلا من الجميع المفتوح للجميع عندنا 18 فرع في 18 الولاية لكن تتحرك الفروع حسب نشاط الوالي والحكومة الولايية ودعمها للجمعية وكذا لكن في الخرطوم هنا كالعادة يعني الخرطوم محل مركز محل الناشطين كتار محل نات كتار محل فعلا سياس طيب جميع نعم مشاهد صعب دكتور أمير مرغني ما حصل لك من أمن عليه في تعديل الحقوق الغائبة وطن السودان وما عارب حقوق جيت أنا ليلة بصاحب دكان أشتري منه سلعة ممكن يقابل سلعة الدكان التاني بسلعة مختلف وبأشتري أنا مرغم كيف أن نصل لمرحلة أنه يأخذ سلوكنا يتجاوز هذه المرحلة طيب أنا حقيت دا سؤال ذكي جدا لكن أنا عايز أقول لك برضو يا يوسف أنه ثقافة المستهلك هي واحدة من المجالات اللي بتدل مباشرة بالموضوع دا إنه دا الوقت المناسب ما حدث في السودان أخي يوسف ليست ثورة ثياسية بقول الكلام دا كباحث وكأكاديمي وكمراغب ما حدث في السودان ليست ثورة ثياسية أبدا ما حدث في السودان هو تغير اجتماعي كبير جدا لم يحدث منذ أربعين عام خلينا عشان أنت تتكلم دا على التكافر خلينا نقدم نموذج ميدان الاحتصام كدراسة هذا الميدان يعني أنا قبل اتكلم تلك عن مسألة السلام وما السلام اتكلم عن الشخصية السودانية والسلوكة ونجي راجعين للاستهلاك أو المستهلك يعني ما حدث في ميدان الاحتصام لم يحدث في السلام منذ أربعين سنة عشان كده حتى مسألة السلام الأسل الناس شغالين فيها دي هي كانت متمثلة داخل ميدان الاحتصام بشكل كبير جدا مسألة الاستهلاك يقودنا إلى ماذا في مسألة السلوك يقودنا إلى أن الشخصية السودانية فقط محتاجة إلى مثل هذه الجمعيات وهذه المنظومات التي تكلم عنها دكتور ياسر محتاجة لمثل البرامج بتاعتك دي عشان نوعي بالمناسبة الشخصية السودانية شخصية نحن ناس بليفر جدا وناس بنسمع الكلام ما تسمع يعني القصة دي صحيح شبابنا الأسي عملوا السورة دي بيقول لك سموه الجيل الراكب راس لكن خلي دكتور ياسر دول لي أنت ولا نملكهم شنوه نملكهم حقوقهم بيجيبوا حقوقهم دي زي ما جابوها بالكامل ريب كيف يتم تفعيل هؤلاء الشبابين وحتى هم ذاتهم مساهم وفي مساهم أنا ما جايك إنه قلت لك يعني هي هي واحدة من الأعمدة أو الدلائل السلوك المستهلك ذاتها اللي بتدول على التغيير الاجتماعي وما حدث الآن عشان نربط مع بعض هو تغيير اجتماعي حقيقي يبقى الآن عشان كده أنا قلت حتى الحكومة الجادية ومراقبين حتى الحرية والتغيير الأحدثة التغيير ومراقبين حتى المجلس العسكري ولا المجلس السيادي الآن يبقى مهم جدا يا دكتور ياسر نحن وإنتو نحن كأكاديمين وإنتو وإنت زاتك يا يوسف لا بد إنه نحن بكل الوسائل الندوات نصل النازل نوعيون وأنا في السعيد جدا وانا كنت قايل المسألة دي فيها غانون بناسبة لرغم إنه أنا عندي عندي رأي كبير جدا في القوانين في السودان أقصد في تطبيق القوانين في السودان ليه؟ لأنه ربط يعني إحنا في في الدراسات الاستراتيجية عملنا تحليل أمير جدا جدا لمشاكل السودان وصلنا لأي يوسف النقطة دي مهمة جدا لازم أكملها لك وصلنا لأن مشكلة السودان الحقيقية هي في السلوك كلها أدت للمشاكل الاقتصادية أدت للمشاكل سلوك المواطن دي عموما كان مواطن ولا كان بكرة بيقى حاكم ولا بيقى وزير يا هزات المواطن اللي بيجي بسلوك العجيبة العشوائدة كويس عشان كده تكلمنا قبل كده في حلقات عن سلوك المواصلات صح؟ سلوك الناس في المواصلات نحن الليلة خلينا يتكلم أنا ودكتور ياسر عن إنه يا أيها المواطن يا شباب إنتم محتاجين تفهموا تماما ونفرحان تاني بقول الكلام ده بالقانون إنه في قانون بتاع حماية المستهلك يخليك قبل ما تطلع من بيتك وتدخل يدك في جيبك تعرف حقوقك بالكامل عشان تغير المسألة دي وطبعا المسألة دي فيها ثلاثة محاور أنا حاجيك لثلاثة محاورة دكتور نشوف مسألة ذاته تمليك الناس لحقوقهم بياته طريقة وبياته كيفية خلينا نشوف دكتور ياسر يعني مهل الوسائل الممكن نستخدم في تبعية الجمهور والمعرفة بحقوقه وأنتو جمعية عندكم نشاط ومشهود لكم لكن هل الجمعية الوحدة بتكفي؟ نعم هي طبعا الجمعية الوحدة ما بتكفي لكن في ظل الفضاء المفتوح في ظل الإعلام المتوفر الوسائل الموجودة دي الآن يعني نحن كنا محظوظين أنه قادرين ننتشر عبر الوسائل دي بشكل محتلم جدا يعني الآن أننا أكثر من 12 مجموعة تخص فقط حماية المستهلك مثلا إذا قلنا في تطبيق الواتساب فقط التمانية الليجان حقتنا الليجنة اتصادية الليجنة الإعلامية سلامة الأغذية الليجنة الصحية الليجنة الخدمات الهندسية والبيئة كل الليجان دي الآن موجودة وتدفع جدا غير الجمعية العمومية برضو عندها مجموعة في الواتساب والفروع أنا عايز أقول لك أنه إحنا بستفين دي جدا من حكايتي التاني حاجة الجمعية الآن اتنقلت نقلة بأنه هي موسل في المنظمة العالمية المستهلك يعني جيدا نعم يعني السودان واحد من 13 دولة بيديروا المنظمة العالمية المستهلك طيب السودان الآن رائع جدا في حماية المستهلك في الوطن العربي سابقا يعني قبل الثورة يعني كنا نعاني جدا في حكاية أننا يعني نتكلم في حاجة لأنه كان الناس يعني المزؤول هل تعرضوا من المضايقات نعم نعم المزؤول هو نفسه يعني هو صاحب السلع الذي يعني بيع وفي نفسه ركته مزؤول فإحنا سئمنا من حكاية الوزراء التجار وسئمنا حكاية دي وثاني ما بتنا بتجينا زي ما قال لك دكتور أمير تاني ما فيه يعني تاني رجع لورة ما فيه تاني حكاية أنه الناس واعي جدا اللي يحبوها الضامن شنو الضامن شنو الضامن الضامن الكشافات الكشافات مسلطة ما أنت موليه كشافة نعم الضامن الآن اللي شايفين بعيننا ما فيه الآن يعني يعني طوالي بعد نصاعة بتكون الحقيقة اللي عملت طوالي الناس كلها يعرفوها يعني ما فيه ما فيه تماما بعدين المستهلك التحبيب يزيل من الشفافية طيب تقول لي كشافات زيادة عشان نصدقها ما هي حقوق المستهلك التي يجب عليها أن يعرفها الدكتور عمر المستهلك عنده تمانية حقوق وخمسة مزوليات جميل حق تبيتحيات أساسية له غزاء كساء مأوى حق التزقيف حق الأمان حق المعرفة حق الاختيار من حقانا أختار حق التعويط حق سمع صوته وحق العيش في بيئة صحية خاليا ما خاطر كل ما فيه لكن يا دكتور كله بأجوت كله بأجوت لكن طبعا يجب أن تتفاوت كله بأجوت يعني حق سمع صوته ده في كل الدنيا دي المستهلك تمثله تمثله إذا هو سهل من الشارع بيديك الرأي أحسن من الرأي الحكومين يقعدين وليه قدر نعمل كده ترايك شنو ده نعمل مواصلات خط من كده أقول لك والله يا أحسن تكون من الخط كده يعني حق سمع صوته ده نعم عقل عيش في بيئة صحية خاليا المخاطر يعني أنا من حقي أي خاشي مستشفى أجعل علامات هنا الأشياء ممنوع الدخول هنا ممنوع للمرأة الحامي ندخل شهنا هنا مش تكون يعني قصة من غير أي علامات لا من حقي كده في نفس الوقت أنا من حقي عيش في بيئة صحية خاليا المخاطر طوال نفس الوقت في مزئولية هنا بيئية أنا ما أجد على البيئة أو أوسخ ساكل عشان أخاطر إنه أنا أنا عايز حقي أعمل بالزوئتي حق ومستحق حق ومستحق تماما نعم عشان كده أقول لك الحقوق دي العالم كله الآن يعني مش فيها مراحل يعني أسه هناك أناس في المنظمة عمي مستهلك يعني لسباع الفات كان عندنا اجتماع في لندن عشان تغارم بس بيتناقشوا عن الخدمة اللي بيقدم الرجل الآلي الروبوت الروبوت هل هي خدمة أمان المستهلك سيف المستهلك ولا لا تي هنا تستضم بأنه طلبة طردوهم من المدرسة وقال لهم أمنبلكم عشان خاطر أبوه اشتكى أبوه إنت أبوه اشتكيت عاقبو اطيفش لك أنا دار أسمع دكتور أمير رايش نفل نفسيا يعني شنو المدرسة تفشف بيها الولدي عشان نشتكيت نعم طيب حنجيها بعد الفاصل يا دكتور أمير إن شاء الله نشوف الإشكالية دي وإن يحطم لسه عندنا مشاكل كبيرة ويعني إرث ثقيل يجب يعني أن نتجاوز إذا مشاهدنا كرام فاصل من ثم نعود من واصل هذه الحلقة والسودان من الثورة إلى الدولة هذه هي التقطية الخاصة من قرارة طيبة الفضائية تابعونا أهلا بكم من جديد مشاهدنا الأكارم في كل مكان في حديث الناس واليوم واصلين حول سلوك وثقافة المستهلك معنا داخل السيد دكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك ودكتور أمير مرغني عبد الرحيم ستشارع من نفس الاجتماعي بس أعود إليك مرة أخرى دكتور ياسر مرغني حتى تخوتنا في المشهد يعني أنت ذكرت أنه في تلاميذ ترضوا من المدرسة بسبب أن أبوهم مش طالب بحقه نعم كده خوتنا في الصورة طيب هي الشكاويات للتعليم الخاص ومن فبراير ومارس قبل مدرسة والي الولايات الحالي الفريق أحمد عبدون طلع فيها غرار خمسة مدارس أنه عليها أن تلغي الرسوم وتقبل التلاميذ بالعام السابق إلى حين فراغ اللي نكونهم من مدرسة خمسة مدارسة مدرسة الاتحاد اليونيتي مدرسة دبلوماسي ومدرسة كامبرج ومدرسة المواهب ومدرسة لقاسي خمسة مدارس بعد ذلك في مدارس استجابة ومدارس ما استجابة لسه وحتى الآن يعني دلزبوع الثالث والتلاميذ قاعدين في البيوت فكونه غرار والي وغرار التعليم الخاص ما يتنفس ما نحن هنا فعلا نحن نجي لما نأمل عقا وسائل أدب تماما يعني ودي مسائل يعني مهما كان انت شاكلني أنا أول الأمر لكن التلميذ ما يضرر صحيح للإنسانية والشرائع والدين بتقول كده يعني ما فيزل بيختار أبوه ولا فيزل بيعاقب عشان أبوه الأب لو سكران أنا ما بيجدع ولده في الشارع وهكذا يعني فإحنا بنقول إنه محتاجين للسه تقول للسه لازم الغاند لازم يكون مجراو ونسمع كلام طيب دكتور أمير خبران نفسي مردودا نفسي على الطلاب وزملان ومدكروا وهم موجودين أنا كنت أبدأ لك بالمسألة المتضرر الأول هو الطالب ودي تعقيدات نفسية كثيرة جدا جدا ستحصل للطلاب الما عندهم ندب في الموضوع ولكن الأتهى والأمر في الموضوع إذا فتحت الموضوع أنا في بداية الحلقة قلت لك حق نتكلم عن المسكوت عنه فضل التعليم الخاص إذا أخذنا ولاية الخرطوم نموذي يسيطر على 70% من الوضعية بتاعت التعليم في ولاية الخرطوم و30% المدارس الحكومية بتاخد أكبر نسبة بتاعت الطلاب أكثر من شنو يعني إذا بس غير النعم أن الفصل في المدارس الخاصة فيه كم والمدارس الحكومية فيه كم الحكومة المدارس الحكومية بتستوعب أكبر عدد من شنو من الطلاب رغم أنه 70% من الإمكانيات موجودة في المدارس شنو الخاصة اللي بتستوعب فقط قرابة 40% من 60% بتتحملها منه تحمل المدارس طيب خلينا أنا أقول لك الأخطر من الكلام بتاع دكتور ياسر هل تعلم أنه وأنا مسؤول من الكلام أنه التعليم الخاص لاوي يد الحكومة حتى بعد التغيير يس الآن ما هو لازم التغيير ده يكون شامل جدا يعني الآن القرار تطلعته الحكومة وجروا فيه ناس دكتور ياسر ديل بأنه يا أخي المواطن ده مفترض يعني ما تزيد له الرسوم بشكل جنوني من حقه كمستهلك أيوة طيب الحصل شنو بعد ذلك لما طلع الغرار ده ومناصبه كان فيها غرار اتحادي قبل القرار بتاع الولاية صح هو المصر نعم إنه تاني ما تزيد البتاع ده لازم يدعام صح هو المصر لما طلع القرار ده المدارس الخاصة قالت أنا بقفل فاهمني لما قالت أنا بقفل منسبة بتاعة 40% حيمشي الشارع كويس فهنا لوقتي يدى الحكومة يدى الحكومة طيب النقطة المهمة القانون غير مطبق القانون ما قوي ما فعال يعني لو الحكومة أو الدولة قدرت تطبق القانون زي ما بحصل في كل الدول في العالم ما كان المدارس الخاصة الآن شنو نحن تعرف حكاية المدارس خاصة دي دكتور أمير ودكتور ياسر نحن نفسح لها ملف خاص إن شاء الله والحلقة دي ما بتستعال لكن نحن اليوم داري نعمل لكن ده أهم شي بالأسر أكبر مال الآن كاستهلاك ما هو الاستهلاك المستهلاك دي سلعة أو خدمة صح أو ما صح وأهم حاجة فيها التعليم يعني الوالد الوالد دا والأسرة دي بتدفع ملايين الملايين عشان شنو عشان تودي أولادها أي زول من حقه يتعلم تعليم أفضل كون الدولة ما عندها مدارس مثلا بنفس المستوى دي ما مشكلة الأسرة صح أو ما صح والأسرة بتكسر رقبتها عشان تودي أولادها لأن أي زول بيتمنى صح بيتمنى الأولاده كده لكن في كل العالم في معايير بتحكم الحكاية دي في قوانين بتطبط المسألة دي المدرسة تاني يوم بتتقفل تماما ودي مسألة أساسية في مسألة المستهلك يسير مسألة التعليم دي طيب دكتور نحن قدارين نمشي لطور المعالجة ما هي الخطوات السليمة اللي بيتمر بها عملية تعديل السلوك بالنسبة لمواطننا في مسألة الاستهلاك يعني في ناس بيشتروا بأي سعير وفي ناس بيشتروا بدون حاجة ايوه انا قلت قبل قلت لك في ثلاثة محاور مهمة جدا نحن الثلاثة محاور دي لازم يعني لازم لازم نهبشها أوي مسألة التغيير تحصل فيها المحور الأول هو المستهلك نفسه اللي تكلم عنه دكتور ياسر نعم أنا البدفع مقابل شنو مقابل خدمة وفترض أختاره ومفترض أتلقاه بي شنو بأفضل ما يكون طيب المقدم القدمة نفسه أي أن كان خدمة أو سلعة نعم المقدم ده لازم يتغير سلوكه أوكي وأنا البستهلك ده لازم السلوكي يتغير بالمناسبة يعني توراسي كان فير جدا في حد كبير جدا علي أنا كمواطن لازم أعمله عشان شنو عشان عشان أحصل على خدمة أفضل أنا قلت لك التحليل العميقة الاستراتيجي قال إنه مشاكل السودان في شنو في السلوك صح أو لا ما صح يبقى نحنا ذاته كونه ما نكون عارفين حقوقنا دي برضو خطأ كبير جدا ونستهل لأنه ما مشينا سعينا اتنين سلوكنا نحنا كأسر وكأفراد وكجماعات تجاه سلعة محددة ما فيه قيم ما فيه حتى معايير أوكي حتى في سلوكنا الغزاي خنا نتكلم عنه هنا يبقى نحنا نفسنا محتاجين يحصل لنا تغيير كبير جدا جدا دبل ما نتكلم عن إنه وين حقوقنا طيب جميل سلامتي وكمل معك إن شاء الله ديكتور مير مرغاني معنا الآن على خط الهاتف بروف صور الرمادي الخبير الاقتصادي بروف أهلا ومرحبا بك بسلام خير عليك وعليكم السلام ورحمة الله التحية لك ولذيوفك الكرام الله يا حقيق ساعدين بيسمع صوتك وأنت كنت أحد المناضلين من خلال هذا البرنامج حديث الناس ليعني فترات طويلة حياك الله طيب بروف الرمادي يعني هل السبب في الغلاء المتراكم هو مجموعة السياسات المالية والضريبية للحكومات المتعاقبة هل تسمعوني بروف الرمادي أهلا 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 نعم بروف رمادي يعني أنا أسمعك بروفر تمام تفضل سألتك نعم نعم هل السبب في الغلاء المتراكم هو مجموعة السياسات المالية يعني والضريبية للحكومات المتعاقبة هي بالتأكيد ساهمت إلى حد كبير يعني الأخطاء المتراكمة فعلا في هذا الذي يعاني منه المعاطم ولكن طبعا يعني هم أساسا أساسا هم سببين رئيسيين أنا في تقدير أنه لا ثلاثة لهم كل هذه إضافات يعني السبب الأول في ارتفاع الأسعار هو ارتفاع مع الثلاثة تضخم وهو ناتي أساسا من الإنفاق الحكومي المتراهي الأول وده تضخمي لأنه الإنفاق على سياسة وسياسيين وحكم يعني يعني ولائي مترهل وكم حائل من العربات والمعتمدين وشياء كثيرة هذا الإنفاق الذي لا يستطيع أن يتحمل الاقتصاد لأصله منحك ما في اقتصاد تحمل إنهاك 63 سنة من الحروب إلا اقتصاد سداني فغافة به كان مفروض الناس تراعي ذلك وتخفي في العبع عليه في الإنفاق الحكومي فالإنفاق الحكومي تضخمي والتضخم الذي لدينا الآن وصل مراحل الجموح وحتى المبلغ أو النسبة المعدل الذي تعلنه الدولة هو غير صحيح أقل كثير من الواقع بمقدار النصف 68% دي هي نصف الحقيقة ولكن هو دخل في حال الجموح من 50% معدل تضخم فأنت عندك تضخم جامع ده أي سياسات تعملها ما بتنجح ما بتنجح أي مستصدر دكتور رمادي يعني لو سمحت لي الرؤية بالنسبة لي غير واضحة فهذا سبب السبب الثاني غيابة دولة نتيجة قبل ما نمشي للحكومة قبل ما نمشي للسبب الثاني دكتور رمادي لو سمحت لي الحكومات تفند ذلك وترده إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي أين هو الإصلاح في خلال خلينا نتكلم بس عن العشر سنين القرى أين هو الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم بحيث أنه يتلافق هذه القصور تفاقم المشكل مضاعفا حقيقة ولم يقابل الزيادة في معدل التضخم زيادة في دخول الناس فتدنى مستوى المعيشة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وسبوط الدخول تدنى مستوى المعيشة طيب الآن يعني لو سمحت ممكن أن أقول في السورة الثانية فضل فضل دكتور طيب غيابة دولة نتيجة للمفهوم خاطئ ولا يلزمنا وأحذر الإخوة في الحكومة الجديدة لأنه بدأت أسمع نبرات عن اقتصاد حر ومن اقتصاد حر الذي يعني أنهك المواطن أتعبوا بالغلاء غيابة دولة عن الساحة الاقتصادية أدار الظهر بصفة كاملة وتركت المواطن نهبا لمافيا مهمها أنا مافيا السلع ما من سلع إلا ولها مافيا ودخلت السوق المركزي ومثلت نفسي بتبطيخ وطماطم ووقفت كيف يتعاملوا مع المنتج يبخسوه حقه وبعدين البطيخة اللي اشتراها قدامي من المزارع جاي من الجزيرة حقها في اللوري بخمسة جنيه جوي بيعالي في أخرى اليوم فارشين بره بخمسين جنيه عشر أضعاف هذا الحجم من المغالاة فاحش جميل وده ما كان ليحدث لو لا أنه الدولة كانت تدير ظهرها بالكامل الاقتصاد أوجد طرق هناك يعني ما يعرف في الاقتصاد بقنوات التوزيع أهملك ما الكامل وجاءونا بفلسفة لتخدم أغراض فئات معينة أنه الدولة حاكم وليس تعجل لأخي انت دورك تنظم ما تبقى انت ذاتك تاجر لكن أشرف على قنوات التوزيع ما بالضرورة دورة تفسيك ذاتها ولكن الهي ما هي قونات كانت موجودة قبل الإنقاذ الهي التحاونيات في مراكز العمل والتحاونيات في الأحياء لماذا تعدم هذه وتوقف لمصلحة من لمصلحة ما في السوق حقيقة وده عمد طفلي ما في إضافة للناسج المأل الإجمالي الجهدي بتاع الجماعة البيض يجيبوا ستة سبعة أشخاص يتحكموا في يعني لهم السماعات لأدكتور رماضي فده احتكار والاحتكار منبوض ومرفوض حتى في الغرب جميل شكرا لأدكتور رماضي وأصابها ما أصابها من التشوق لأن أولا حذرت من أنها ما تكون مراكز كبيرة بعيدة عن متناول يعني ستة البيت وحصل مراكز برغبة جدا شكرا لأدكتور رماضي شكرا لأدكتور رماضي استفادة في هذا الجانب وبعالجة الإشكالات والتشوهات الاقتصادية التي تمر بها البلاد أنا أعود إلى ضييف داخل السد دكتور ياسر مرغني هناك مافيا في السوق لا زالت إلى الآن مسيطرة كانت هناك مافيا تجار الذين يمثلون الحكومة من وزراء إلى غيرهم والآن هناك مافيا سماسرها هم اللي بتحكم في سعر السوق والله نعم وانا حقيقة يعني كلام حقيقة كلام الأخير تعل الدور الرماضي نعم كلام حقيقة في انه فعلا مافيا السلع والتحكم وفي ظل الاقتصاد الندرة اللي موجود عندنا الآن ده لا بد للدولة تتدخل تتدخل إيجابي لصراح المستالك مش تتدخل دخولات سلبية تتدخل إيجابي لصراح المستالك نفس الكلام برضو نحن نرجع الأمر إنه الاحتكار والاحتكار عندنا قانون لمنع الاحتكار نعظية ومنافسة لكن بنقول إنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق المحتكر الملعوم الجالب مرزوق عن الزول ومنعت لك قربان خارج الأسواق ده كله حاصل عندنا يعني الآن تتدخل نحن نرجع ل يعني لقبل 40 سنة من الليلة كان الزول الزارع ده بجيب حاجاته في السوق المركزي والتباع العربية حق الجديدة تباع قدامه تباع قدامه للفريشة والناس اللي بيفرشوا دل قدامه بعدها قم بشي وعملوها في شكل كيمان وبيدوه سعر مجزي بمزايدة وبقوله مزاد يعني فده الأصل في المزادة نفس حكاية الجمعيات التعاونية الزراعية هي صمام الأمان هي الحل التهاون في التعاون التهاون جدا في التعاون يعني لصالح لصالح مافيا معينة يعني تكلمنا عن التعاون كلام ما حقيقي إنه التعاون ده ضد الاقتصاد الحر وضد شنو شنو وكسرنا التعاون صادرنا أملاكه لغينا الجمعيات التعاونية إحنا بنقول لغينا التعاون بيقول إنه التعاون ده أمواله ملك المساهمين حقينه ما حق الدولة ما حق الحكومة أصلا ملك المساهمينه عملنا جمعية تعاونينا العاملين في الطيبة هنا الناس اللي في الطيبة دلهم والتعاون ده حقه ما حق مالك الغناء صحيح حق ناس الدابعين وهكزها فأنا عز أقول لك إنه إحنا تهولنا في التعاون حتى يعني بنك بتاعنا بنك التعاون كان شغال يموّل التعاون ثلاثة مليون دفاع جعفر النيميري واثنين مليون دفاع رتح التعاونية كلها بخمسة مليون جينات تم عمل بنك التعاون فجأة كده جغال يرزيز راس ماله خشت في ولات الخرطوم ولكن بيقى مملوك الأفراد والله ذات بيقى ما حقها وهكزا دي كل حكات لازم تتراجع من أصلح التعاون التعاون ده وصمه بالأمال المستارك التعاون هو اللي بيدينا سلع نظيفة التعاون هو بيدينا بيحرز على الأزعار يا أخي الدول الكبيلة جداً زي الكويت واحدة من أكبر دول الجمعية الاستهلاكية انت تاجر بتستعاد اللهية والحجر الجمعية الاستهلاكية في التعاون في الكويت هي أهمة من أي زول تاني انت بيقول وحقزها نحن بنقول حلنا في التعاون وحلنا في التعاونيات لكن فوق لي كده ثاني نرجعك أن نحن بنعاني كمستهلكين في السلعة دي عندنا بدائل لكن في الخدمات ما عندنا بدائل مؤهد يقهرب اتصالات تعليم والتعليم 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 ان شاء الله هنريم ونفريدهم مساحة كاملة دكتور ياسر قاعدك إن شاء الله ودكتور أمير مرغان السؤال ان شاء الله إليك يعني عندنا الآن ما في بتاعة سماسر في السوق وده السلوك يعني فيه أي حاجة في السوق موجودين حتى في المدارس فيه ما في بتاعة سماسر طيب أنا حاجةك لkeepersة ان شاء الله بعد الفاصل إذن مشاهدات الله أمر الفاصل من ثمة نوعود من واصل هذه الحلقة ومواصلة في التغطية الخاصة السوداء من الثورة إلى الدولة تابعوها أهلا بكم الجديد ومشاهدين الكرام في حديث الناس والحلقة اليوم بعروان ثقافة المستهلك إشكاليات السلوك حاضرة وكذلك إشكاليات الموجودة في السوق نقاش مطروح مع ضيفي داخل السجد دكتور رياس المرغني رئيس جمال حماية المستهلك ودكتور أمير المرغني عبد الرحيم استشارة عن نفس الاجتماعي السؤال كان قبل الفاصل لدكتور أمير المرغني عندنا سماسرة في السوق وهما اللي يتحكم في كل شيء للأسف الشديد حتى في الدواء يعني وهذا السلوك شخصي كيفية معالجة هذا السلوك طيب أول حاجة أنا دائر أشيغ إشارة سريعة لبروف الرمادي نعم وعايز أقول إن مشكلة الحكومات منذ أن خرجت الفكرة البريطانية في 56 لم تحل محلها فكرة وطنية سودانية حتى الآن لذلك الإشكاليات كانت متراكمة جدا جدا أنا الأوان مع التغيير ده ومع الصحوة دي إن القائمين على الأمر من مجلس الوزراء برئاسة دكتور حمدوك وكل الناس جمعهم أنا الأوان أن يبدأوا بهذه المسألة بداية جادة حقيقية يعني نتكلم عن إنه والله أول مشكلة هي إنه زي بروف الرمادي وما در أحرر بكالة نحن كأكاديمين التلاتة وستين ده سنة دي علاقة الدولة بالوسط العلمي علاقة ضعيفة جدا جدا علاقة بالأكاديمين والبحثين علاقة ضعيفة جدا جدا يعني الكلام اللي قالوا بروف الرمادي ده لو فقط الحكومات دي جابته وخطته وجابتناه أسازة الجامعات والباحثين دين وقدرت تشرح المسألة بتسمع الكلام ونعمل البحروس ونسلمه لهم واخدته في الأدراج تلاتة وستين أربعة وستين سنة أنا الأوان الآن طيب السلوك ده الآن وزير التجارة اللي أنتوا تابعين لو وزارة التجارة يا كهناي الآن وزير التجارة مدني عباس مدني أنا بس أجل له من هنا بصوت عالي جدا جدا لو عندك أولويات يا مدني لو عندك أولويات تبدأ بهؤلاء السماسرة بهؤلاء الطفيليين لأنه مشكلة وأزمة الاختصاط كله في سلوك المواطن اللي هو المواطن ده منه المواطن ده بيشتري المستهلك والمواطن ده بيبيع صح ولا نقبيل أنا محاورة كلام ده والمواطن ده الوسيط الطفيلي اللي ما عنده أي حاجة يعني أنا حزنت جدا للتجربة العمل أخونا بروف الرمادي اللي بستاقية مش قاعد مع السماسرة كويس هو ذاته عمل فيها زيهم قال اللوري جا من الجزيرة بخمسة جنيه جا واحد طفيلي قاعد في عنقريب بشرب في سجائر وبصف في صعود جا باعها بخمسين لي أنا شنو يبقى وزير التجارة الجديد ده لو عايز يعالي جيب ده بيديل هو ذاته زي بروف الرمادي ده مدني ينزل السوق ده واللي يجيب ليه حاجة عندكم حاجة يسمى المتسوغ الخفي ولا شنو صار عندكم حاجات زيدي عالميا القوانين العالمية زاتة بتدعم المسألة ده يمشوا لو دارين نقول ليس هنالك أي وسيط ما بين المنتج المسكين الباعة بخمسة جنيه ده السنة جاء ما بيجي بمتج تاني يا يوسف ما بزرع أنا صحي ما بزرع صح ولا ما صح إذا كان أنا ذاتي البزرعة أربع شهور مثلا نقول بزقيها وبدع فيها وبدع فيها وبدع فيها وبقرعها بلغة الزراعة بيجي أنا ببخصها بيجي ذول قاعد تحت عنقريب ولابس لطاقية بيجي ببيعها بشنو بموافز يبقى هنا القاب ده مفترض يملاه منه مفترض يملاه الدولة الدولة هي مفترض تكون الوسيط طيب كيف أنت مش دار حلول تعديل سلوك المستهلك بتطبيق الغانون والكلام ده أنا عزبتكم بيو القانون لازم يكون حاضر السوق ده لازم يكون فيه مراقبين السوق ده لازم يكون فيه محاكم عديل مش هستم تتكلم عن دولة نصفها عساكر ونصفها صح الله ما صح مدنيين صح الله ما صح نتكلم عن مجل السيادة نصفها الآن تقوم في الأسواق في محكمة أشبه بالعسكرية زي قصة العدالة الناجزة صح الله ما صح تجيب الزول ده يا إخوانا شخصية سودانية شخصية بتتعز أنا عندي دراسة كاملة عنها لو فيه في السوق ده فيه 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 محكمة عادلة فيه قاضي قاعد جاب الزول الوسيطة الطفيلي ده وطوالي دخلوا السجين أو عمل فيه أو علقوا في السوق أنا بقوله الكلام ده والكلام ده الناس كترين يزعلوا مني أي زول يلعب بغوت المواطن المسكين ده أو يعني يعمل ثروة كبيرة جدا جدا من وجه حق حقه يرعاقب بأقصر عقوبات جميل يبقى النقطة الأساسية دارة جيك للعلاج هي القابل ما بين المنتج والمستهلك ده يا دكتور ياسر حقه تملاء الحكومة تملاء الحكومة بشنو بإنها هي تجيب يعني مثلا هي توفر السوق للمنتج لازم توفر السوق إنه والله بالتيخق ده البحث ده أنا أزرعه وأنا بضملك شنو سوقه تسويقه أزرعه وأنا بضملك ترحيله أزرعه وأنا بضملك إنه يطلع من الجزيرة لحد ما هي القرطوم ما في زول يشيل منك أتوات في الشارع جميل هذه الآن الحكومة ماشا فيها كويسة يعني بالذات المسألة القمحة الآن سعر التأشيري 2500 جنيه هذا السعر موجز ماشا كويس لكن تجيب عند الوسطة والطفيلين ده ومم بتاع آلك جميل إن شاء الله نحن دي رسالة تصل للمسؤولين نكتور ياسر عود لك مرة أخرى يعني المستهلك متى يشتري ومتى يحجم يعني كان قبل فترة أقل من شهر هناك حملة لمقاطعة اللحوم وكان في السجابة لكن ما بالقدر الكافي اللي بخلي التجار ديال يرجع من خطهم بتاع الغلا اللي كله أسبوع بخط له خمسة وعشر جنيه بدون أي مبرر طيب يظل أي سلعة عنده بديل ما فيه سلعة ما عنده بديل أي سلعة عنده بديل ويظل العقالي متروك هو الشعار صريحة كل زمان كل مكان يعني أنا الثقافة دي عجبني صراحة عند جيراننا المصريين دي لو جي الصباح اللي قال كيلو دع الطماطن باتنين جين ونص ما بيشتري لأنه بيتنين جين هم عارفين ومكتب الفحمة في الكرتونة في الأسواق ما فيه براهم كده يعني خلاص حاسبين المزعلة دي أنت بترجع على المواطن أصلا دي الثقافة المواطن أي شي غالي ما تشتريه ما عندي بديل هو بقول كده بديل موجود ما خلاص ما أنت أنت ما ندر تشتري ما هو كده لا تري أي سلحة مهما غلة عندها بديل لكن أنت ما تشتريها هوي غالية أنت ما عارفها من بارح أنت جيت اشتريت كيلو عدس ده مثلا بياربعين جيني هلو بيقول لي لنا سبعين شينو كده وانت عارف أنه عندنا تمانية نواع بتاع العدس والتمانية نواع عدس دي كلها مصدره واحد شو تكون عارف واحد بس جاب لنا شوال خمسين كيلو من تركيا عبولين هنا هنا سموها اسمها مختلفة بس سمها ميرض سمها يوسف سمها ياسر ويقول شوفي هنا نحن نجدري قال بيخل ده سبعين ده ستين وثمانين ده ده الدور حق حقونا ستدخل وناشط حق ماذا نقال ترى ميرضي نحن معاه 100% في سعر تأشيري والغارون الغومي لحماية المستهلكة الوقع المخلوع ده واحدة تين يناير ده بيحق لنا نتكلم عن سعر تأشيري يعني التاني ما فيزه بيتكلم زي مذاير على كيفه السعر ده بيكون مطبوع من المصد مع طوالي حال عبو أنا عايز أقول انه الغالي متروك أنا عايز أقول انه من المزرع للميدا كلام ما قالوا وغير ده طوال نعم ما في حاجة اسمها تاني زول أنا زرعتها يا عرضان طوالي السوق المركز العام سنة السبعين السوق المركز في الخرطوم ده نعم بتاع بحر خرطوم دلمان عام سنة السبعين وكانوا يزير الزراعة وستروحة هنا وقتها هاشم العطاء عامر في بحر خرطوم من دلمان عشان كان أي زل عنده مصطبة انت زراعة تليم مصطبة ببيع حقك شوف احنا دهورنا كيف بيجينا ناكل أكل ما طبيعي أكلنا كله صناعي ومعلبات وموتنا العالم كل بتكلم من المزل على المائدة الآن الأغزة العضوية الأغزة الطبيعية هي الأغلى الآن أكلنا كله أكلنا كله محور ويجيك وزير يقول لك ما يكتب ديباجة يجيك وزير يقول لك يخالف الغانون وهكذا جميل جميل نحن نتكلم مدنية ونتكلم حضارة ونتكلم إن شاء الله سنعبر بي الحي تبقى أحسن يعني إن شاء الله لديك إضافة تفضل دكتور أيو أنا عندي إضافة إضافة قصة ممكن قصة طريفة حكالي والدي أستاذ مرغني قال لي يا أخي نحن كنا نتناقش في الموضوع ده موضوع ده لأنه كنا جاي من السقل المركزي ويتكلم عن نفس الكلام اللي قاله الرمادي ويتكلم فيه دكتور ياسر قال لي الزمان نحن لما نسافر الشمالي كنا نسافر بالبابور تعرف البابور البحر قال لي في محطة محددة بدون نسكورة هو زكرة قال لي دي مشهورة بالمنقى الغزيرة قال لي بيجو بيجو بتاع المنقى ده بيفروش المنقى كيمان 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 وأول أول ما البحر دي تقيف بيكون خالف رجل بيقول الكوم بخمسة قروش قال لي ما في زل بمشي عليه أصلا شوفوا السقافة دي كانت كيف ما في زل بمشي عليه بيضطر هو شوف ده الكلام الدينين انه نحن يحصل الآن ودوركن انت يا دكتور ياسر قال لي بيضطر لما البحر يكون باقي لانوص الصاع يقول الكومين بخمسة قروش قال لي لما نشيلوا الحبل بتاع الباخرة ويسووه تضرب بوري للجماعة عشان نركب والناس عتحد قال لي بيقول الأربعة كيمان بيشنو بيخمسة قروش والناس ما بتشتري لدرجة انه قال لي نحن جو الباخرة بنشوفوا ما بشي للمنقى شوف شوف بشيل شوال الفاضي بخلي المنقى في محلها لانو ما في زل شنو هيشترا منو يبقى نحن محتاجين نصل للدرجة دي يا دكتور ياسر انو والله اللحمة دي اللحمة دي أنا والله بحيي الشعب السوداني بالمناسبة لان مقاطعة اللحمة نجحت نجاح كبير جدا جدا الا من بعض الله وطبعا اي مجتمع فيه وبعض الشوال صح الله ما صح نحن عايزين هذه الثقاف ومناسبة للثقافة دي ما قادة الدولة قادة الشباب بتاعنا السورة دين وقادة الوصائد دي المسألة بتاع المقاطعة دي نحن محتاجين نغير السلوك المستهلك بالمبادرات الزي دي يا دكتور ياسر انو نوعي الناس انا مصر انو يا دكتور ياسر انتو دوركم كبير جدا وانت يا يوسف دورك اكبر كي اعلام لازم نوعي الناس بحقوقهم والان الجو مناسب انو لو وعينا الشباب دي قلنا لهم بكرا الفول دا الفول دا مش سيدة المائدة لو قلنا لهم الفول دا يااخ الفول دا مات يااخ انا مبارح مشيت اشتري بصر مبارح بصر اللي قاداني خمسة بصرات قليبة 75 جنيه وانا بتذكر جاي من جامعة الجزيرة قبلي فترة ليست بالبعيدة اوكي اوكي كان عندي منشط هنا والله العظيم على مر طريق مدني الخرطوم البصل دا مخزن في الشوارع بيخزنوه على يمين الزرط طيب اللي بيخلي البصل بالوفرة الكبيرة دي ووصل المرحلة دي شنو اللي هم ديل الوسطة انا عايز اقول تاني ليا دكتور حمدوك وليه مدني عباس مدني اللي هم ديل موضوع الحلقة يا دكتور حمدوك جيتك من فرنسا صح الله ما صح وجيتك من المتحدة ودوك ملايين اليورهات والدولارات والله يا دكتور حمدوك ما يحصل اي تغيير في السودام ما لم يحصل تغيير في سلوك المواطن ما لم نشتغل نجيب القروش دي ذاته الجاد دي يدوه لنا سياسي والجمعيات المدنية دي يدوه لنا جزء كبير جدا عشان نغير سلوك شنو المواطن سلوك المواطن في قضية المواصلات سلوك المواطن في قضية استخدامه للمستشفيات في الصحة في التعليم الجصة بتاعت المدرسة سلوك المواصل في الكهرباء استهلاكنا والترشيد في المؤية لو ما استغلت الحكومة الجديدة دي في إنه كيف نقدر بوسائل موجودة وعلمية صح ولا ما صح والعالم كل شغال بها عبر المنظمات المدنية وعبر الوسائط الحكومية حتى إنه نأثر في تغيير سلوك الناس اقتصادنا ما حمشي لجد دم طيب شاء نصعود لك دكتور عبير دكتور ياسر مسألة الإشاعة وسياسة الاحتكار في السوق هذه المسألة الآن موجودة يعني يجي تاجر سي من الناس يشتري كل مثلا الفول موجود في السوق أو أي سلعة ما ويدفع بيع أعلى سمن عشان يحتكيره وبيعه بالسعر اللي عايزه كيف نعارب مثل هذه السلوك؟ والله طبعا الممارسة احتكارة طبعا قلت لك عندنا قانون وقانون موجود وقانون يعني من 2009 لكن طبعا عندنا زي ما قال لك دكتور عمير الطلاق باين بين ما يقال في القانون يعني بين الممارسة والقانون يعني نطلاق باين نحن بين القانون ما قاننا نطبق القانون ده أحكام وشنا؟ بلحال هي رادعة؟ رادعة جدا القانون بمنع المارسة الاحتكارية وفي عقوبات يعني سجين وغرامة وكده لكن ده نقول لك أنه نحن بنتكلم عن أنه يعني الأصل الاحتكار ده ما هو دي أقل لك عشان تكون مواضحة طيب أي مارسة احتكارية العقوبات غرامة وسجن والعقوبة يمعان وتعويض عادل ومناسب لأي شخص متضرر طيب ده الغانون 2009 لكن حتى الآن ما تم تطبيقه في السجن من السجن من السجن نعم ده السؤال رغمي أنه هناك ما العوايق ما هي العوايق ما هو قلت لك التدخلات ده زونة تدخلات تدخلات السابقة نعم يعني وعنده كان بلاغ محترم جدا جدا مشه في حكاية الاحتكار هنا دي اللي هو بلاغ يعني شركة قرار لما كان عايز تبيع نعم والشاقل فيها زين وسوداني ومشه اللي مجلس المنافسة وما تدقبال القضية ده أشهر قضية المجلس حق المنافسة وما احتكار اللي هي الناس يكوش مع بعض كده وأنا عايز أقول لك إنه إحنا محتاجين لفعلا لثقافة بتاعت إنه المجتمع المديني هو البغوض الحياة صحيح نعم نقبل المنطقة المدينية نقبل الجمعيات هي اللي يأخذ الحياة لكن نحن الاحتكار ده بنحسن بالوفرة والوفرة بنحسن بالتدخل الدولة في اتصاد الندرة نعم على الدولة لا تخش تدخل إيجابي ما في حاجة اسم تحرير اقتصادي ولا نعمل لنا نصنع باسم تحرير اقتصادي صحيح نحن مستهلكنا بعاني من سلع عند البعض ومافيات وهكذا هل المستهلك ذات اللي هو يد في ان السلع تكون فيها شح والوفرة ابدا المستهلك بعند اي يد لكن في نهاية ممارسة احتكاري كبير جدا ياخل اللبن اللبن يعني شركتين ثلاثة يشتروا كل اللبن حق المزارع ويرفعوا لنا سعره ويتحرك معاهم الناس بلا وعي ويقول لك اللبن الحمار من نقل لك من نقل لك تقول لها حرب بتاع الشائعات بتقول لها انت دي تعناي نحن لدينا 40 سنة من نشتري من حمار يتقلب الان لبوكس وياتنا يا حاجة يعني حايمين وعشين كويسين جدا تقول لها حرب بتاع مزارع وشركات جميل فالدكتور أمير ختاما ماذا تقول احنا ما تبكر اقول اقول في النقطة الاخرى مختلف مع دكتور ياسر مختلف المستهلك عنده دور كبير جدا الهلع اللي بيحصل ده سلوك نتجاه الرغيف ده المستهلك عنده دور كبير جدا في خرمجة المسألة العشوائية دي يعني راكب عربيتك ماشي بكر عينك راكب الحافلة شفت لك صب بتاع رغيف بتقف فيه ايوة شفت لك صب بتاع اسمه شنو بتاع بنزين بتقف فيه انت عندك عندك اربعة خمسة في البيت بتشتري عيش بمية جينة شفتها بعيني انا يبقى الهلع بيؤدي لشنو بيؤدي ل السلوك السي صح ولا ما صح يعني يعني انه والله يبقى سلوك المستهلك فاقم من شنو فاقم من الازمات بتاعتنا دي البنزين المسألة بتاعتنا تمشيحل بعرب التواجي تانا اقف في الصف الولايات الخلت نفسة من هنا انا بقول الكلام ده بصوت عالي الولايات شفت العربات الكبيرة في الولايات خلت شغل الولايات يا دكتور ياسر وخلت شغل الشحن بيقى تي من الخرطوم شايلة براميلة تشيل جاز عشان تبشي تبيعه بالسوق الأسود ده ما سلوك المستهلك ده ذاته المواطن اللي هو يعني سلوكنا والهلع ادى لشنو ادى لتفاقم كل المشكلة دي احنا محتاجين نعدل سلوكنا مستهلك وبايع مقدم خدمة والدولة اللي بتراخل حتى المجتمع المدني شكرا دكتور ياسر ختامة في نفس دقيقة ماذا تقول والله بقول انه الغالي متروك بقول امسك قروشك بقول امانح حقوقنا بقول قوتنا من بيوتنا مهم جدا اخوانا قوتنا من بيوتنا اليماندل مع الامراض الكثيرة دي مهم جدا امير طعا من البيت هو اطفاله وشير سنتجات زي يوم مع بعض مهم جميل شكرا جزيلا دكتور ياسر اذا مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج حديثنا الناس تناولنا سلوك المستهلك واثره على الاقتصاد القومي وضحف الرقابة الرسمية على السوق وتأثيرات جمعيات عماية المستهلك بجانب غياب ثقافة الاستهلاك في حلقاتنا القادمة سيواصل برنامج حديثنا الناس مناقشته الامام الفتر الانتقالي الواردة في الوثيقة الدستورية من خلال برمجة قناة طيبة الفضائية الخاصة السوداء من الثورة الى الدولة شكرا ضيوفنا بيلو السوديو دكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور امير مرغني الاستشارع لمن نفس الاجتماعي شكرا جزيلا لكم شكرا مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة سنلتقي مضالة في الاجال في حلقة جديدة من حديث الناس إلى ذلك من الحين تحياتي وفريق العمل في أمان